هنا بقى يبتدي الموضوع التاني اللي انا بقوله اللي دايما احنا دي الحلقة المفرغة اللي ما حدش بياخده من باله منها طيب فيه نوقات تانية بعد اللي اه احنا لسه هم كملين انا خلاص حددت الهدف وبقى عندي يقين ان انا هوصله هوصله ابتدى حاجة مهمة قوي بقى اللي هي ايه انت بتعمل ايه عشان توصل لده اللي هي مرحلة العمل لازم انا اكتهد لازم اسعى عشان احصل على ده ربنا دايما هيستنى لما نتحرك الاول لازم فيه حاجة عشان القوانين الكونية دي ربنا بيصخر للكون كله الخدماتي يعني انا لو موظف محاسب في اي شركة وحاطي التارجت ان انا هركب عربيه يتعدي الملايين طيب انا هوصلها ازاي في التارجت ده وانا محاسب مرتبي كله اللي هيعدي خمسة تلاف جنيه كويس فاجي هنا بقى مرحلة العمل اقوله انت بتشتغل على نفسك ازاي انت نفسك يكون عندك شركة في المكان الفلاني وعندك مش عارف كم موظف وعندك عربية مش عارف طب انت عملت ايه عشان توصل لده هل انت قاعد بتحلم بس ولا ابتديت تشتغل على نفسك ابتديت اشوف اوصل لده ازاي ايه الكورسات اللي اتأهلني لي اشتغلت على نفسي كبيرسونال براندينج ازاي عملت ايه عشان توصل لده غالبا ما بنلاقيش حد بيعمل حاجة هم فاهمين قانون الجذب غلط هو فاكر انه هيتمنى بس الامنية وهتجيله لغاية عنده